بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم غالياتي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفتنا لنهار اليوم ستكون تشارك مسكر جبت لكم ورشة مجانية من بيوتكم بأصغر كيلة على اليوتيوب اللي هي 17 نحبة تشارك مسكر يجي الضف الفم رح تشوفوا معايا في هذا الفيديو كل الأسرار تحت شارك المسكر باش تخرج لكم هذي كلابات الذوب ذوابا كذلك هذا كل حشو اللي يجي طري ومع السلق ومي يبس لكمش نهائيا كذلك رح تشوفوا معايا السر تحت شارك المسكر باش ميدلكم شارك الكوش اللي يتيبس معاكم صدقوني وصفة من أروع الوصفات اللي ممكن أتحضروهم وتسيوهم بالآخص المبتدئة جبتو لكم بأصغر كيلة باش إن شاء الله كامل تجربوه وتسيوه رح تنجحو فيه نقولوا باسمي الله أول حاجة نبدو بالعجينة التقليدية عندي ثلث كيسان تعفارينة تكون مغرب لها مسبقا الكيسان يكونوا هكا منسوحين زيارة الكاس 220 ملي عندي ملعقة صغيرة فانيلا عندي هنا رشة الملح مع ملعقة صغيرة سيكري غلاس ولا السكر الناعم هنا حبيبتي بالنسبة اللي دام عندي هنا السمن كنت ذوبته وخليته يبرد هنا بالنسبة للسمن لو كننضيف يعني حوالي ملعقة ولا رح تفيضلي الكيلة يعني رح نديرو كيلة لو كنزيدو غير شوية رح تفيض معاكم كيلة تكون هكا التقريبنا ستكون فايضة يعني تكون الكيلة هذيك تكون مليانة تماما بالنسبة للسمن تعنا كنت ذوبته تحطوا الأصبع تاقم الصغير كتحطوا وتحسبوا من الثلاثة ما لازمش تتحارقوا هذي كيلة يعني للدرجة الحرارة المناسبة تع السمن تعنا نخلط كل شمع بعضها كي ما راكم تشوفوا ونبدأ نعجن في العجينة التاعي بهذا الطريقة نبسسها مليح بهذا كليدة حاولوا أنكم تعجنوها حتى وين تتحصلوا على العجينة تعكم يعني توليكم إمبات كي ما راكم تشوفوا وكأنه درنا الهواء سوائل لازم تنطم معاكم بهذا الطريقة حاولوا أنكم تدلكوها شوي كي ما راكم تشوفوا هنا ما تقولوش باللي يعني إذا درنا الها اسمن بهذا الكونتيتي وحكت شكلت معانا يعني يراه زي ديدام لعلى هذا هو يعني الليدام تحا المناسب بعدما تشكلت لهذا العبات نروحوا هنا حبيباتي الماء الزهر بالنسبة الماء الزهر تقدروا قادير ماء الزهر مع الماء يعني كيلة بكيلة أنا درت كمية قليلة درت كلها ماء الزهر حتى ماء الزهر درتوكم بمقادير مضبوطة كما راكم تشوفون نص الكاس كاذب fez و makan lakam كي ما راكم تشوفوا الكمية اللي تبقت لي بقتل كمية قليلة فقط من بعد قيصها م ً ملاعق كبيرة قالت ليكم نص الكاس دعماء الزهر الشي اللي تبقى له منه ٢لوا ملاعق كبيره هذه يلا باتت عدت لي هذه الكميات على السوائل هكا بشكل وحدة مبتدئة كي المبتدئات يعني ما تعرفش كمية الماء وماء الظهر اش حال تدي لها هذه يعني حاولت اني نعطيكم مقدار مضبوط نص الكاس نحي منه اثنين ملايق كبيرة اطموا لاباتتعكم بهذا الطريقة كي ما راكم تشوفوا حبيباتي تبعوا برك معي لا فيديو متسرعوش في الفيديو لانه راح نعطيكم جميع الاسرار بش ينجح معاكم تشارك مسكر واللي يضوغوا عندكم راح تطلب منكم الوصفة يجي يضف الفم مننا من لابات للحشو للتسكر يعني راح نعطيكم جميع الاسرار اللي تتعلق بهذا الوصفة الرائعة جدا اللي هي محبوبة كل الجزائري وصفة تقليدية محظى كي ما راكم تشوفها هوليكم هنا القوامة على لاباتتعي الطريقة ما هيش مشققة وفي نفس الوقت ما هيش متلاسقة هاوليكم نقول لكم بقات كمية الكمية هذه من بعد قيسها اللي هي ثنين ملايق كبيرة نحط لاباتتعي في كيس بلاستيكي ونديها للمجمد 1-4 ساعة حتى 20 دقيقة بش اسمنتعنا هذك رايح يجمد يعني لاباتت من بعد نشكلوا بيها بكل سهولة نروحوا هنا يا للحشو عندي هنا يا كمية من الكوكاو كنت حمصته حاجة خفيفة فقط يعني جيد ما يشم هذك النار فقط كنت طفيت أعلي لازم نخليه الكوكاو تعنا حكيك يكون تقريبا أبيض يعني يصفار معاكم فقط ندي هنا يا بالنسبة لكذلك المكيال كيلت لكم بهذا الكاس كاس ناقص أصبع حدرت منه ثلث كيلات بالنسبة للكيلة الوحدة راي كيلة ناقص أصبع الكوكاو التاعي بيدون قوشور قم حمصته تحميصة خفيفة وارحيتو في الأشوار في الرقيق عندي نص كاس تع سكر حبيبات ولا سكر العادي عندي ملعقة صغيرة تعالى فاني ملعقة صغيرة تعزوبدة وهنا يا نوضع كمية من ماء الزهر كما راكم اتشوفوا ونبدأ نعجن في الحشو التاعي كما راكم تشوفوا بهذا الطريقة حاولوا تتقيدوا حبيباتي بهذا المقادير باش الحشو التاعكم يجيكم معسل ويجيكم الطري ما يبسش داخل الفرن وتشارك بتاعكم يقعد الحشو التاع ومعسل ما را يحش نهائيا ييبسلكم هنا كما راكم تشوفون نبدأ نضيف في ماء الزهر وراني نعجن فيها حتى نتحصل على عجينة متكفروا لهاش العجين بزاك باش مية الكوكا وتعنا ما را يحش يخرجنا هذك اليدام بتاعه وما يبسنهاش من بعد حاولكم عجنتها غير شوية فقط متكثروا لهاش بزاك العجين بهذا الطريقة نفس الشي هنا حبيباتي الحشو التاع راح نديره في كيس بلاستيكي ونخليه يريح كذلك 1-5 دقايق 10 دقايق فقط بالنسبة حبيباتي للفرن قبل ما تبدو تخدموا تشاركتاكم شعلوا الفرن ولا قبل ما تبدو يعني تديروا هكا في التشكيل تاعه كامل تبدو تشعلوا الفرن نذهب هنا للاباتي بعد ما كنت خرجتها من المجمد قلت لكم 24 دقايق اقسمتها الى كويرات الوزن الكوري الوحيدة 40 قرام كما راكم تشوفوا خرجتلي 17 حبة بالنسبة للحشو كورتهم كما راكم تشوفوا الميزان تحهم 20 قرام بالنسبة لهذا الميزان خرج لي 20 حبة هنا حبيباتي الوزن تاع العجين تاعي درتو 40 قرام والوزن تاع الحشو 20 قرام يعني هكا الحبيبة التاعي جوني كبار الله يبيرك ومتحوفين اللي حبة تتصغر على هكا تدير 35 قرام في الفلابات و 15 قرام في الحشو اللي هي اللي هي الحرية حبيبتي سواء تديروا 40-20 ولا تديروا 35-15 هنا حبيبتي المرحلة التشكيل كما راكم تشوفوا جبت هذي كلابات درتها على شكل حربوش ونبدأ هنا بالقنط نطرحها على شكل مستطيل بهذا الطريقة حاولوا ترقوا شوية لعبات نجي هنا بالنسبة لهذا الميزان نبدأ نديرهم على شكل حرابش ونحطهم هنا في كما راكم تشوفوا يعني الصورة راها تعبر على نفسها نستعين هنا بلاكوبات ونحاول اني نرولي على الحشو التاعي بهذا الطريقة ضغطوا شوية لهذاك الحشو باش ما يديروا لكمش لهوة من داخل وتبدأوا هنا ترولي وفي الاطراف حاولوا انكم ترقوا شوية وهنا نبدأ نشكل فيها بالأيادي كما راكم تشوفوا في الوسط يكون غليظ وحاولوا انكم ترقوا شوية في الاطراف من بعد هنا ندوروه بهذا الطريقة كما راكم تشوفوا وحاولوا انكم الاطراف هذوك حاولوا انكم تتحفوهم بهذا الطريقة كي تعتمدوا هذا الطريقة تحت تشكيل الحشو التاعكم حتى في الاطراف رايح يكون وكذلك الأطراف ما رايحش يبسو لكم داخل الفرن هنا حبيبتي اخترت اني نديرهم في هذا الليمول تعال لا لي بابا ولا الليمول اللي درت لكم فيهم ميني موسكوت شوتا الأعراس بالنسبة للقطر تح هذا المول 8.5 تقدروا ديروا 8.5 ولا 9 هنا حطت فيهم حبيبتي تشارك تعيب هذة طريقة بش يحفظوا على الشكل تحهم يعني أمي ما تخافوش تماما أنهم يعني دي فورما ولكم هكا ولا هكا في الفرن ولي ما عنداش هذة الليمول تقدري حبيبتي تحطيهم في البلاتو عادي ما رايح يصير معاهم حتى حاجة ولكن إذا درتوهم في هذة الليمول يعني الشكل تحهم يخرج من أرواح ما ياكن هنا بعد ما كنت حطيتها الحبيبتي على التشارك تعيب في المول تجيبوها كاكردون وديروا هذوك الثقوب بش من بعدها ما يتنفخوا الكومش ويعني والشكل تحهم يقعد هو هو نزيد هنا حبيبتي بنفس طريقة نشكل معكم حبة واحدة أخرى بهذا الطريقة حاولت أني منسرع الكومش لفيديو بش كل واحدة مبتدئة راح تجيك الخدمتهم بزف بزف سهلة ترويهم بهذا الطريقة تروحوا هكاك في اللف الوسط يكونوا غلظ وفي اللف الاطراف يكون شوية أرقاك تحولوا أنكم تتحفوا الحبة تاعكم بش جي الحبة تاعكم معدولة ومتحوفة وتحطوها في هذة الليمول اللي ما عنداش تقدري حبيبتي تحطيهم في البلاتو تاعك ما رايح يصير معاهم حتى حاجة ولي يديرهم أحسن وأحسن نجيب الكيو دون كما راكم تشوفوا ونضير ثقوب بيكيهم بهذا الطريقة نحطهم في بلاتو وندخلهم للفرن قد يكون مسخن من قبل ع درجة حرارة تكون بزف عالية ندخلهم نضغط درجة الحرارة متوسطة نطيبهم من تحت ونزيد نشعلهم شوية من الفوق الطيب تحام حبيبتي لازم يطيبوا على صفار فقط ما لازمش اتحمروهم لو كانت اتحمروهم الوصفة تاعكم رايح تخسر لكم والحشوم الداخلة رايح يجيكم يابس نضغط نعتلكم هنا حبيبتي الطيب تحام كيفاش يطيب يطيب هكا على صفار يطيبوا في الدوغي سواء من تحت ولا من الفوق يطيبوهم بهذا الطريقة لانه ثاني اكبر سير في نجاح الوصفة تحت شارك مسكر واللي هي في مرحلة الطهي ما لازمش تطيبوهم اكثر من حقهم ما لازمش تتحمروهم طيبوهم على صفار فقط سواء من تحت ولا من الفوق اذا لقيتوهم باللي حمارو لكم من تحت اعرفوا باللي الحشو بتاعكم رايحية باسمها يعني لازم تأسوهم مليح في اللافة طيبهم اذهبوا هنا حبيبتي للتسكار درت كمية من ماء الظهر حوالي نصف الكاس كما تحبوه درت هنا ملعقة صغيرة تعفارينا مع ملعقة صغيرة تسيك وغلاس والسكر النعيم سوف نغمس في هذا الخليط سوف نغمس في هذا الخليط من بعد ان نسكره يخرج من 4 مياه اذهبوا هنا بطريقة التسكار جبت هنا ساشي كما رأيكم كاكيس بلاسيكي وضعت فيه كمية مليحة من سواء كلاس والسكر النعيم بهذا الطريقة ونقرب هنا قدامي هذا الخليط هذا المحلول الذي كنا خدمناه مع بعض نجيبوا حبات التسكار كما رأيكم نغمسها مليح في هذا الخليط مباشرة نقطرها فقط ونضعها داخل الكيس اللي فيه السكر النعيم في هذا المرحلة كعين اللي كنت تغطي السلتشالك يجبها كبابي سيغذية وزيت تمسحها من الفق انا قدرت لكم هذا الطريقة اعتمدوها وعينيكم ومغمضين تسكارتعكم سيخرج من 4 مياه وكذلك من بعد ما رايح تماما يبس معاكم نغمسهم كما رأيكم ونضعهم في هذا الكيس نحاول اني نضمهم مليح مليح بالسكر النعيم نغلق الكيس نحركوها لكي تقسسوا مليح مليح بهذا السكر النعيم كما رأيكم تشوفوا لكي تتطلع كامل بالسكر النعيم ونخليها 1-5 دقائق 10 دقائق ونعود نرجع لهم شوفوا هنا كنت سكرت حبيبيات سوف نعطي لكم الطريقة كيف نسكروا الشراكة نحاول انكم تخدموا بالكفة على اليد براحة اليد فقط لا تستعينوا بالأصابع لكي تسكارتعكم ماشاء الله كما رأيكم تشوفوا حاجة سهلة بسيطة ولكن هذه الليزاسيو سيخرج لكم نتيجة من أرواح ما يكون اعتمدوا ببرك هذا الطريقة راح تخرج معكم رائعة جدا براحة اليد فقط حاولوا انكم تمسحوا هكا كمسحات خفاف فقط وتشاركتعنا راح يكون تذكر الله الله عليه من بعد هنا بعد ما نسكروا الحبيبات تشاركتعنا بنفس الطريقة تجيبوا هنا هكا صفايا تحطوا فيها كمية من سكر الناعم وتسو بودري وعلى التشاركتعكم من الفوق هكا بش الوجه تشاركتعنا يجي من أربع مياكل نحطم حبيبتي في الكيسات وتشوفوها معايا في صحن التقديم شوفو هنا حبيبتي تشاركتعنا فاش يجيو حبيبات متحوفين الله يبارك كذلك التسكار يخرج من أرواع ما يكون راح نقسم معاكم الحبيبات باش تشوفو كيفش تجي طرية تجي تذوب في الفم سواء من العجينا سواء من هذك الحشو يجي طرية ومعسل كذلك التسكاري حيقعدها كاميرا ملوي يجي يذوب في الفم هذا الحلوة رائعة استحق التجربة بركة نقول لكم حبيبتي انتمنى ان شاء الله تدعموا هذا الفيديو بجام وكومنتر حلوك كما تومى ولي ما هيش مشتركة تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد بربي ان شاء الله كل مرة نديرلكم نوع حكا تحلوة سواء تقليدية ولا عصرية ونديرها لكم بمقادير هكا قليلة أصغر كيلة على اليوتيوب باش ان شاء الله كامل تتعلموا اطلو لي فروحكم ونقولكم سلام اطلو لي فرم اطلو لي فرمي المترجم للقناة